موسيقى موسيقى أينما كنتم حياكم الله سيداتي وسادتي هذه طالة جديدة من ملف اليوم نبدأ وإياكم فيها بأبرز العنوين موسيقى أي غاية تريدها حماس من تشكيل ما يسمى هيئة بالزعم مواجهة صفقة القرن وما هو موقف الفصال موسيقى وما هو المطلوب بين المجلس المركزي لمنظمة التحرير موسيقى ثم كيف ندعم القيادة في جهودها السياسية والدبلوماسية لمواجهة صفقة القرن موسيقى موسيقى اسمحوا لنا أن نقدم ضيوفنا لكم السيد قيس عبد الكريم النائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية ومن غزة السيد محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي ومن العاصمة اللدنية بيروت السيد رفعة شناعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح فأهلا بثلاثتكم اسمحوا لي قبل أن أطرح الفكر الأولى أن نذهب بصحبتكم للتقرير التالي كي نفتح من خلاله هذا النقاش إذن سيدتي وسادتي إلى التقرير التالي كمدخل لنقاش هذه الحلقة في الوقت الذي تخطط فيه الإدارة الأمريكية وإسرائيل الالتفاف على الشرعية والوحدة الفلسطينية وتمرير صفقة القرن التي تحاك بخيوط الانقسام تعلن حركة حماس عن نيتها تشكيل هيئة عليا لمواجهة صفقة القرن الأمر الذي اعتبرته فصائل العمل الوطني تشتيتا لجهود المؤسسات السياسية والهيئات الوطنية وإلغاء عناصر القوة حيث يرى الكل الوطني في هذه المرحلة الحساسة أن الأولوية ليست لتشكيل هيئات وأطر تنظيمية وإنما لتجميع الطاقات والإمكانات على عكس ما تقوم به حماس في إطار إضعاف الحالة الوطنية والمؤسسات التي تعتبر منظمة التحرير كينونة تمثل الرؤية والمواقف السياسية هيئة حماس لمواجهة صفقة القرن ما هي سوى ذر للرمادي في العيون في ظل عدم وجود أي رصيد داخلي أو خارجي لصالحها فتعل الأصوات المنددة أن حماس بفتحها المجال عبر هذه الهيئة ستعبد السبيل للتفاوض على صفقة القرن وليس إيقافها فأقرب الطرق وأقصرها لإحباط صفقة القرن جالية للغاية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية دون مواربة إذن هو إصرار من حركة حماس وإمعان في المضي قدما بالانقسام ورفض صريح منها لعودة اللحمة والوحدة لصفوف شعبنا وما تقدم عليه الحركة لا يتعدى كونه تخريبي وانفصالي بامتياز والأخطر من ذلك أنه يتماهى مع متطلبات نتنياهو للإبقاء على الانقسام الذي يغذيه بسياساته وإجراءاته حركة حماس حين ارتأت تشكيل هيئة لا يشغل مقاعدها سوى من أقسم الولاء للانقسام وتفريق ذات البين الفلسطيني تضع نفسها تلقائيا في موقف سيدوينه التاريخ فالبعد عن الكل الوطني سيجعلهم حتما شركاء في تسهيل صفقة العار التي صاغتها إسرائيل وتنفذها الولايات المتحدة ورغم ذلك تبقى اليد ممدودة لطي صفحة الفرقة وتفعيل الجهد الوطني المشترك للتصدي لهذه الصفقة شكرا للزميل سلام سلامي على هذا التقرير أهلا بكم مجددا ضيوفنا الكرام نطرح السؤال الأول إلى ضيفنا هنا في الستوديو سيد قيس عبد الكريم سيد قيس حتى نتصدى لصفقة القرن علينا أن نتوحد في البداية لا أن ننشئ هيئات منفصلة ما قولك في ذلك؟ نعم هذا صحيح جدا وأنا أتفق مع الجملة الأخيرة التي ختم فيها هذا التقرير أن اليد يجب أن تبقى ممدودة من قبل الجميع نحو الجميع من أجل الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه والذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم ويفسد حياتنا السياسية الفلسطينية بشكل كامل هذا النمط من الاحتراب وهذا النمط من الاقتتال الداخلي بالكلمات وبالاتهامات وبتوجيه التهم والشتائم هذا أمر أعتقد أنه يسيء لنا جميعا وأنا لأوان أن نغادره وأيضا أنا لأوان أن نغادر مناورات خلق الاصطفافات في عملية الصراع والعصرج الداخلية في إطار هذا الاحتراب في هذا يصب هذا الاقتراح برأيي من قبل حماس محاولة خلق اصطفافات تقوي هذا الطرف أو ذاك في إطار الصراع الجاري الداخلي وأعتقد أنه نحن لسنا بهذا بحاجة لهذا نحن بحاجة أكثر من ذلك إلى حوار وطني صادق مسؤول يمد فيه جميع يده نحو بعضه البعض ويحاول أن يجد مخرجا من الحال التي نحن فيها الآن والتي باتت مسيئة لكل معايير نضالنا الوطني نحن بحاجة إلى أن نقف صفا واحدا في مواجهة هذا الذي يجري وأهم ما يجري في كل ما تطرحه صفقة القرن هو التحضير الجاري الآن من قبل نتنياهو واتلاف اليمين الذي هو في قيد التشكل مدعوما ومغطى من الامبريالية الأمريكية بضم الضفة الغربية أو الأجزاء الأكبر والأهم من الضفة الغربية تحت عنوان فرض السيادة على المستوطنات أمام هذه المخاطر من صفقة القرن واحتماليات ضم غالبية المناطق المصنفة جيم أو ضم الضفة ضم المستوطنات الكبرى وفرض القرن الإسرائيلي عليها هناك اتفاقات وقعت بدل المرة اثنتين وثلاث مرات برأيك لماذا تبتعد حماس حتى الآن عن تطبيق ما جرى الاتفاق عليه إذا أردتك بصراحة شديدة هذه الاتفاقات عمليا جرى نقضها من قبل الجميع جرى نقضها من قبل حماس من خلال تملصها من الوفاء بالتزامها بتسليم مقاليد السلطة في غزة لحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية وجرى نقضها أيضا من خلال خطوات من نمط حل المجلس التشريعي الذي يطيع بأحد أبرز مرتكزات هذه الاتفاقات لأن كل الاتفاقات منذ عام 2011 حتى الآن تتحدث عن خطوة أولى لكن سيد قيس خليني أكمل جملة نعم أكمل جملة تسليم الحكم في غزة والخطوة الثانية هي تفعيل المجلس التشريعي وليس ألغاؤه أنا مش بصدد تخطئة هذا أو ذاك أنا بصدد القول نحن بحاجة إلى حوار جديد من أجل مقاربة جديدة لإنهاء هذا الاستعصاء في مسيرة المصالحة ومسيرة إنهاء الاتفاقات متى جرى حل المجلس التشريعي وما الظروف التي أسفرت عن حل المجلس التشريعي على أي حال هذا هذا صار واقع الآن فبتنا بحاجة لمعالجته بصرف النظر من اللي بدأ كيف بدأ قرار حل المجلس التشريعي جاء بعد سنوات طوال من مد اليد على أي حال على أي حال سيد قيس فهو جاء للأسف على أي حال هناك طرف شرعي وهناك حكومة شرعية يجب أن تمارس عملها في جميع الأرض الفلسطينية هناك من يعطل عمل الحكومة وبالتالي المقسام ما زال قائم على أي حال ننتقل بصحبتك أيضا إلى ضيفي من غزة ومن لبنان قبل بيروت أتوقف مع السيد محمود سيد محمود أنتم في غزة أبناء شعبنا هناك كيف تنظرون إلى تشكيل هذه الهيئة أو ما يسمى بالهيئة التي يزعمون بأنها ستواجه صفقة القرن أو من أهدافها مواجهة صفقة القرن باقتصار هذا الأمر واضح جدا هناك نهج جسعة لطرح البدائل وهذه البدائل بالتأكيد هي باعثة جدا هناك عنوان معترب به في الشعب الفلسطيني هي منظم تحرير فلسطينية اتخذت موقفا واضحا وصارما لا جدال فيه حول هذا المشروع الأمريكي البائس من يريد أن يواجه هذا المشروع يجب أن يدرك تماما بأن الأداء المؤهلة لمواجهة هذا المشروع هي منظم تحرير فلسطينية من لديه استعداد أن يدعم هذا الجهد فليتفضل وعندما يتم طرح تشكيل هيئة في غزة في الطفة في الخارج إلى آخره هذا بافتصار يأتي في صياق سياسة البدائل البائسة التي يحاول البعض أن يطرحها في الساحة الفلسطينية لتعميق هذا الانقسام الذي نعيشه وللعلم يعني تاريخ مسير الثورة الفلسطينية أثبتت دوما بأن كافة البدائل التي كانت تطرح ضد منظم تحرير فلسطينية انتهت وزالت والتاريخ باختصار يعني صنف هذه المحاولات بأنها فاشلة ولن تنجح منظم تحرير فلسطينية هي الكية المعنوية لشعب الفلسطين وهي أداة نضاله من يريد أن يناضل ضد صفقة القرن يجب أن يدعم جهود منظم تحرير فلسطينية لا أن يلتف على جهدها بخلق بدائل كهذا النهج الذي تنتهجه حماس بمحاولة تشكيل هيئة موازية هيئة بديلة نعم أذهب بذات الفكرة وذات السؤال حتى تكون المواقف أشمل وأوسع الآن إلى العاصمة اللبنانية بيروت نعتذر منك أطلنا عليك سيد رفعت في حركة فتح وكعضو مجلس ثوري لحركة فتح كيف تنظر إلى اعتزام حماس تشكيل هيئة تحت زعم أن هذه الهيئة ترى حماس بأنها ستتصدى لصفقة القرن نتحدث عن التوقيت والدلائل يعني بداية وجه التحية إلى شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الشتات وإلى الأخوة الأسرة وإلى ضيوفك الكرام يعني أنا أرى أن في مثل هذه اللحظات وهذه المرحلة المعقدة جدا والصعبة جدا والتي يقوم بها ترامب بتنفيذ أخطر صفقة تستهدف القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني والأمة العربية نجد أن هناك يعني طرف فلسطيني هو طرف أساسي في الساحة الفلسطينية يعني هو يبحث عن تشكيلات جديدة يعني يبحث عن هيئة أين أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية يعني صحيح أن الأخوة في حماس يعني بدأوا نضالهم في العام 1988 لكن منظمة التحرير هي ولدت في العام 64 يعني لا يجوز أن أستبدل في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة أن أستبدل منظمة التحرير لأتبنى هيئة أو لجنة مهما كان اسمها وطنية ولا إسلامية أن تكون هي بديل لمنطلق يعني الثول منطلق الوطني الفلسطيني الأساس اليوم منظمة التحرير الفلسطينية لا تحتاج إلى تزكية من أحد منظمة التحرير تعترف فيها الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ البدايات منذ عام 1974 وما زالت تعترف بها كعضو أساسي موجود في الأمم المتحدة وهذا الاعتراف دائم طالما الشعب الفلسطيني يناضل يعني هي الحارس على نضال الشعب الفلسطيني قانونيا ومن حيث الإجراءات كافة ومتابعة كل تفاصيل الوضع الفلسطيني كلجوء ومنجزات أخرى أنا أقول الآن ما هو مطلوب بدون لف ولا دوران ليس البحث عن صيغ جديدة المطلوب أمام صفقة ترامب والذي يدمر صفقة ترامب هو الشيء الوحيد هو الوحدة الوطنية الفلسطينية يعني هي أن تعيد حركة حماس حساباتها من جديد وأن تعود إلى ما يجمع عليه الشعب الفلسطيني بكامله وعبر تاريخه بأن نكون نحن إطارا واحدا وأن نكون نحن قيادة واحدة هي قيادة الشعب الفلسطيني التي تقودها منظمة التحرير باسم كل شعبنا في الداخل وفي الشتات وهذه المنظمة ليست معيبة يعني في صفوفها ضحى واستشهد الآلاف من القيادات والمناضلين المهمين في ساحات المعارك في كل مكان لذلك نحن نتمنى أن لا نتله وأن لا يشغلنا أي طرف من الأطراف بصراعات داخلية هل نحن مع الهيئة أو ضد الهيئة هذا ليس موضوعنا موضوعنا هناك عدو أساسي هو إسرائيل نتنياهو وحليفه الأكبر اللي هو ترامب طيب سيد رفعت ترامب نتنياهو قالها في أكثر من مرة في أكثر من مرة قال بأنه هو يرى بأن الاستمرار الانقسام مصلحة استراتيجية على الأمد الطويل بالنسبة لدولة الاحتلال ودافع عن بعض الخطوات التي قدمها هو لحماس وقالها للإعلام الإسرائيلي بأنه يعني يفهم ويعي ما يفعل وما يقول وأن استمرار الانقسام في مصلحته هذه الهيئة مع استمرار الانقسام أي هدية تقدم لنتنياهو وترامب يعني الواقع أن يعني التصريحات ترامب فجأة وهو يقصد من خلفها طبعا يعني إثارة إثارة الحساسيات والمشاكل الداخلية الفلسطينية لكن أنا أقول على الأخوة في حماس أيضا أن يتفهم جيدا الموقف الإسرائيلي الموقف الإسرائيلي اليوم في معركته ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وأرضه ومقدساته هو يعتمد على السلاح الأقوى والأشرس يعني بمعنى الأقوى يعني أقوى من الطائرات وأقوى من الصواريخ وهو الانقسام في الساحة الفلسطينية يعني طالما هناك انقسام وخلاف داخل الساحة الفلسطينية نتنياهو مرتاح جدا لأنه ينفذ مشروعه بهدوء لكن عندما نتفق جميعا في بوتقة واحدة في إطار واحد في استراتيجية واحدة نستطيع أن ننفذ البرنامج الجذري الذي يستطيع أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه نعم أنتقل من عندك سيد رفعت إلى سيد محمود الزق قبل أن نعود إلى ضيفنا هنا في الأستاذ السيد قيس عبد الكريم سيد محمود نتنياهو قالها أكثر من مرة وادعى بأنه الانقسام يضعه في حيرة من أمره ويقول مع من أتفاوضهم غير موحدين مع تشكيل هكذا هيئة ومع الحديث المتسارع عن صفقة القرن كما قال كوشنر سهر ترامب بأنها ستطرح بعد شهر رمضان المبارك ما المشهد الواقعي سياسيا في هذه الحالة برأيك يعني الانقسام وتحقيق أرض هذا الانقسام أي نقله إلى حالة انفصال هو ركيز أساس في السياسة الإسرائيلية نتنياهو ليس طفلا صغيرا عندما يتحدث بوضوح بأنه سهل مرور الأموال والكهرباء إلى قطاع غزة عبر العمادي المندوب القطري بهدف استمرار الانقسام استمرار الانقسام يأتي تماما في سياق السياسة الإسرائيلية ويأتي تماما في سياق المشروع الأمريكي الذي ركيزته الأساس كيان بائس للفلسطينيين في قطاع غزة أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي هذا ما تطرحه الصفقة الأمريكية ولهذا من صنع هذا الانقسام يسعى الآن لتحقيق غرضه غرضه هو الوصول إلى انفصال في سياق المشروع الأمريكي المطروح على شعب فلسطيني الآن والذي اتخذ شعبنا وقيادته موقفا واضحا وصارما برفض هذا المشروع كون هذا المشروع في نهاية الأمر يشطب هوية شعبا فلسطيني ويدرب فكرة تجسيد هذه الهوية في دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وإقطاع غزة والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية هذا الأمر واضح جدا للأسف الشديد حتى هذه اللحظة نجد بأن هناك من يتصاوق مع هذا المشروع وهناك من يسعى ويبدل جهدا لتثبيت كيانية سياسية في قطاع غزة هذا الأمر خطير جدا نحذر منه وبكل بساطة من يريد أن يسقط المشروع الأمريكي البائس عليها أن يدرك تماما بأنه يجب أن يسقط الانقسام إذا أسقطنا الانقسام نستطيع وبكل ثقة أن نسقط هذا المشروع الأمريكي البائس المطروح على شعبا فلسطيني على جميع أن يدرك بأن الحاضن لهذا المشروع هو استمرار هذا الانقسام من لديه وطنية صادقة في هذه اللحظة عليها أن ينهي هذا الانقسام وأن يتقدم خطوة بالاتجاه الوطني وأن ينهي هذه المأساة التي نعيشها كشعب فلسطيني في ظل وجود هذا الانقسام والسعي المحموم لنقله إلى انفصال نعم سيد محمود أعود إلى ضيفي هنا سيد قيس عبد الكريم قبل أن ننتقل إلى ضيفي من غزة ومن بيروت أعطيت توصيفا يعني ما للحالة وقلت هذا الطرف ارتكب بعضا من الخطوات والطرف الآخر ارتكب خطوات أخرى لكن ألا ترى بأن خطورة المرحلة تتطلب من الفصائل سواء المنضوية في إطار منظمة التحرير أو تلك خارج منظمة التحرير أن تذهب لدعم الشرعية بقيادة السيد الرئيس محمود عباس لأن الجهود الدبلوماسية والسياسية تتطلب مننا الوحدة ثم إلى متى سيبقى التوصيف من باقي الفصائل يشبه الحياد بأن حماس فعلت كذا وفتح فعلته هذا ليس حيادا هذا تقرير للواقع دعنا نحط الموضوع على الناحو التالي بصرف النظر عن رأيي أو رأيك في السياسة التي ينتهجها هذا الطرف أنا من الناس الذين عندما بدأ حراك بدنا نعيش في غزة من الذين بادروا لمخاطبة الأخوة في حماس أن عليهم أن يأخذوا العبر من هذا الحراك ومن الدروس التي يبهزها والعبرة الرئيسية هي أن يحرروا أنفسهم من عبء الحكم أو التمسك بالحكم في قطاع غزة لأن هذا العبء هو عبء على المقاومة إذا الفكرة هي حماية المقاومة فعليها أول شيء أن نحميها من أعباء التمسك بالسلطة وما يترتب عليها من نتائج لأبرزها هذا الحراك لكن الانقسام هو شكل من أشكال الحرب الأهلية شئنا ما بينها سابقا كان حرب أهلية فعلية بالشوارع بمعنى الناس الطوخ على بعض الآن هو حرب أهلية ليس بالخنادق ومنما بالوسائل الأخرى السياسية والعلامية والآخرة جيد في الحرب الأهلية أما أن ينجح أحد الطرفين أو أحد الأطراف في أن يهزم الطرف الآخر ويبيدوا يعني يخرجوا من الساحة ويسيطر على الساحة بشكل كامل وهذا في ظرفنا الراهن غير ممكن غير قائم طيب ما العمل الآن؟ أنا أقول أما هذا وأما أن يتم التوصل إلى تسوية مصالحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم أنه لا يمكن حسم هذا الواقع بأية وسائل كانت إلا من خلال المصالحة والمصالحة بالضرورة تتطلب الحلول الوسط هلأ في مقابل تسليم حماس للسلطة في غزة إلى السلطة الشرعية وأنا بأعتقد أنه ليس هناك من تساؤل حول موقف الجبهة الديمقراطية في موضوع الشرعية هذا يعني أمر ولا مرة ولا مرة ولا يمكن أن يكون هناك تساؤل بشأنه ولذلك إحنا مش بصدد دفاعا موقفنا بهذا الموضوع إحنا مع الشرعية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية بصرف النظر عن أي اعتبار آخر وبيصرف النظر عن رأينا في مؤسسات المنظمة في سياسة قيادتها إلى آخر هذه الخطوة المطلوبة من حماس مطلوب مقابلها أيضا إدماج حماس في النظام السياسي الفلسطيني بحيث تصبح شريكة في عملية صنع القرار لأنه بدون ذلك لا يمكن الوصول إلى إنهاء هذا موقفكم في الديمقراطية لا هذا ما هذا الموقف الذي أجمعنا عليه كفصائل كلنا هذا هو بالضبط الشيء الوارد في الاتفاقات أنه حماس تكون طرف في النظام السياسي الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير من خلال عملية ديمقراطية وتكون شريكة في هذا وعلى قاعدة أن السلطة تعيد توحيد نفسها في خزة وفي أرضفر المشاهد الكريم تحديدا المشاهد الفلسطيني يدرك كم من الاتفاقات تم توقيعها وكم مرة نقضت ومن نقضها على إيتي حال سيد قيس سؤالي لك كالتالي المطلوب من الفصائل لدعم الجهود الرسمية السياسية والدبلوماسية في مواجهة صفقة القرن ما المطلوب من كل فصيل فلسطيني من المنضويين في إطار منظمة التحرير أو خارجها فسر لنا وللسيدات وسادة ما المطلوب حتى هذه لحظات تاريخية لا أحد يعلم ما الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية القادمة كيف ستكون ردات الفعل على صفقة لا لا الكل يعلم طيب هذه مرحلة خطيرة ما أعلنها ناتنياهو ما كانش فيه ما عادش فيه شيء سري إذن إذن زلم قال أعلنا أنه بس نيجي للحكم بدنا نضم بدنا نفرض سيادة الإسرائيلية على المستوطنات إذن لا حجة لأحد ليقول أنه لم أسمع ولم أكن أدري خطرة المرحلة أمام ما تفضلت به ما المطلوب من كل فصيل فلسطيني لدعم جهود القيادة في كل ما يتعلق سياسيا ودبلوماسيا في التصدي لصفقة القرن المطلوب أن لا تقتصر عملية مواجهة صفقة القرن على الجهود السياسية والدبلوماسية أولا لأن اقتصارها على ذلك لا يكفي صفقة القرن هي ليست عملية سياسية للتفاوض بين الأطراف والوصول إلى حل وسط صفقة القرن هي عملية تغيير يجري بالأمر الواقع وفقا لنظرية فرض السلام بالقوة وبالأمر الواقع وهي بدأت تنفيذ خطواتها بموضوع القدس بموضوع اللاجئين بموضوع المستوطنات إلى آخر الباقي هو التفاصيل الجوهري في صفقة القرن وضع موضع التنفيذ الآن يبنى على هذا الجوهري بإعادة ترتيب وضع المنطقة ككل والوضع الاقليمي ككل الآن في مواجهة هذا الوضع الجهود السياسية والدبلوماسية مهمة وضرورية ولكنها ليست كافية لابد من جهود ميدانية لمواجهة هذه الصفقة من خلال تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي هذا المحور سناكي عمي بشأن إعادة تحديد العلاقات حتى ذلك الحين أو في سياق هذه العملية أفضل دعم للجهود المبذولة لمواجهة صفقة القرن هو المباشرة فورا بعملية جديدة لإنهاء الانقسام من خلال حوار وطني شامل في إطار لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير التي تضم الجميع على أعلى المستويات القيادية إيش اللي بيمنع؟ إنه الآن أقول تعالوا هذه في خطر جديد في تطور جديد مطروح إحنا كنا يمكن نتنبأ فيه قبل عشر سنوات إنه هاي الحكومة اليمينية تهدف إلى إقامة إسرائيل كبرى بس الآن هذا الموضوع صار موضوع للتطبيق خلال بضعة أشهر طيب فقط ولذلك نحن مطالبون أن نلتقي جميعا وأن نجد السبيل بدل من تشكيل هيئات سنتحدث معك السبيل الموحد في مواجهة هذه سنتحدث بالتفصيل عن ما هو المطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير في محورنا التالي لكن اسمح لي أن أتوجه بذات الفكرة إلى ضيفي من غزة ومن بيروت نبدأ معك هذه المرة سيد رفعة من بيروت المخاطر كما أشار السيد قيس وكما يعلم الجميع لا تحتاج لأن يؤشر عليها أحد الكل يدركها طيب كيف ندعم التحركات السياسية والدبلوماسية برأيك سيد شرع يعني الواقع أن ما يقوم به الرئيس أبو مازن يعني رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجلة التنفيذية لمعظمة التحرير جهود مضنية ودقيقة وأيضا فيها مؤشرات مهمة جدا للمستقبل الفلسطيني وهو أعطى يعني التصوير الحقيقي لصفقة القرن التي ابتدعتها الصهيونية وينفذها اليوم ترامب مع نتنياهو يعني عندما قال الرئيس أبو مازن لا لصفقة ترامب ورفض الوجود الأمريكي في أي لجنة مستقبلية دولية في أي لجنة مستقبلية أن يكون بشكل منفرد في تقرير مصير له علاقة بالشعب الفلسطيني يعني بمعنى أوضح رسالة واضحة إلى الوليات المتحدة وإلى ترامب بأن كل ما يصدر عنهم بما يتعلق بهذه الصفقة مرفوض بالكامل ولذلك كان الرفض حتى من الجانب الجزء بما يتعلق بأسر الأموال المقاصة بما يتعلق بأسر الشهداء وأيضا الأسرة بما يتعلق بموضوع اللاجئين وموضوع الأنر وغير ذلك يعني الرئيس أبو مازن اليوم في معركة حقيقية سياسية نيابة عن الشعب الفلسطيني بكامله والمطلوب اليوم من الجميع أن يعيد حساباته من أجل أن يكون هناك يعني وحدة موقف متقدم اليوم نحن نتحدث عن المجلس المركزي والمجلس الوطني والقرارات التي أخذت وإمكانية تنفيذها وليس إعادة تشريعها سنتحدث عن هذا المحور سيد رفعت سنتحدث لاحقا عن هذا المحور اسمح لي أن ننتقل إلى سيد محمود سيد محمود ذات الفكرة وذات السؤال من وجهة نظرك ما المطلوب من الجميع لدعم الجهود السياسية والدبلوماسية في مواجهة صفقة القرن نحن نتحدث عن جهود مكثفة وقول كلمة لا للوليات المتحدة الأمريكية ليست أمرا سهلا ولا يجرع عليها أي رئيس فقط أذكر السيدات والسادة بأن رئيس دولة عربية شقيقة في مرة من المرات قال دي أمريكا يا ناس بالإشارة إلى عظمتها وأن أحد لا يستطيع أن يقول لا لها بإختصار الموقف الفلسطيني واضح جدا وصارم جدا نحن أمام محاول لإسقاط المشروع الوطن الفلسطيني برمته أمريكا تسعى بكل بساطة لأولا شطب فكري الدولة الفلسطينية وشطب الهوية الوطنية الفلسطينية وأصبح المشروع واضحا الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل هذا بات أمرا واقعا والإعلان عن خطوات ستقدم عليها أمريكا سواء بالموافقة على ضم معظم الضفة الغربية أو بإنهاء موضوع الوكالة كعنوال للاجئين هذا الأمر بات واضحا اللحظة الوطنية عادة تطلب أن يتم التعامل معها بشكل وطني صادق هذه لحظة وعي جمعي تسمى في علم السياسة الآن الرئيس أبمازين يخوض هذه المعركة ولا خيار أمامه فقط يجب أن يخوض هذا المعركة وكل فلسطيني ووطني صادق يجب أن يكون بهذا الموقع المساند وأن نتكاتب جميعا لصد هذه الهجمة على مشروعنا الوطني الفلسطيني فقط أريد أن أنوه بأن هذا الإقسام ومحاولة نقله لانفصال هو الحاضن الأساس لهذا المشروع الأمريكي التعامل مع غزة ككيان سياسي مستقل للأسف الشديد هناك من يتصاوق مع هذا الموضوع هناك من يسعى جاهدا لأن يثبت بأن غزة كيان سياسي مستقل لدرجة أنه جاهز أن يوقع تفاهمات حتى مع إسرائيل وأن يلتقي مع الأمريكيين دون شروط مسبقة أيضا كما قال أحد قياداتهم يعني باختصار هذا الانقسام أنا أستغرب لها يعني البعض يحاول أن يشخصه ويوصفه وكأنه خلاف بين الطرفين أي فتح وحماس هذا تصطيح للموضوع ما حدث لشعب الفلسطيني هو مؤامرة واضحة شاركت فيها أطراف إقليمية أطراف دولية في تنفيذ مصلحة أساسية لإسرائيل وهي أن تنقسم غزة عن الطفة الغربية وأن يصل هذا الانقسام إلى لحظة الانفصال هذا تماما يأتي في سياق المشروع الإسرائيلي الواضح جدا كافة المراكز والدراسات الإسرائيلية تؤكد دوما في استنتاجاتها بضرورة أن يتم التعامل مع قطاع غزة بشكل مستقل عن الضفة الغربية خروبا من استحقاق شكرا سيد محمول الذي يجب دفعه وهو دولة فلسطينية مستقلة ترفضها إسرائيل بالمطلق ضيوفنا الثلاثة نفتح معكم الآن محورنا الأخير في هذه الحلقة من الوقت المتبقي وهو ما المطلوب من المجلس المركزي أكرر ترحيبي بكم وأطرح السؤال عليك سيد قيس قبل أن نسأل ما المطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي من المقرر إن شاء الله أن يعقد الشهر القادم أو بعد القادم نتمنى أن يكون الشهر القادم على كل حال عندما سافر سيد رئيس محمود عباسي للأمم المتحدة أخرجت حماس لافتات باللغة العربية والإنجليزية تقول فيها إنه لا يمثلها ولا يمثل الشعب على حد قولها بالطبع وجميعنا أدن هذا نعم والكل أدن هذا الموضوع طيب بضل حماس تعمل أشياء بضل دينها وبهذه الطريقة ننهي الانقسام هذا ما كنت أسألك عنه في سؤال السابق عندما قلت لك بأن بعض الفصائل تتحدث وكأنها يعني هي طرف محايد وحكم لا مش طرف محايد لا لما تقوم حماس بموقف تكفي الإدانة من الفصائل برأيك لموقفها؟ ولا إيش مطلوب؟ مطلوب إيش؟ المطلوب شو اللي عم بيصير أصلاً؟ أنا أسألك ما هو المطلوب؟ شو اللي عم بيصير أصلاً غير حرب سياسية ما بين الأطراف وحرب إعلامية بين الأطراف والمطلوب في هذه الحرب الإعلامية أن يكون هناك استفافات استفافات احنا استفافتنا الرئيسي هو مع وحدة شعبنا ومع وحدة الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية من خلال عملية ديمقراطية نلجأ فيها إلى الشعب من أجل أن ينتخب ممثليه وفقاً للتمثيل نسبي القامل أنت باعتقادك بما أنك مع منظمة التحرير وبعيداً عن الاستفافات والحرب الإعلامية أنت باعتقادك سيد قيس وأنتم في الجفة الديمقراطية بأن حماس ترى بأن منظمة التحرير تمثلها أو هي تعترف بشرائيتها هي تعترف بشرائيتها بحكم وثيقتين وقعتهما بشكل رسمي ولا زالت تحتفظ رسمياً على الأقل بسلامة توقيعها أو بتوقيعها على تين وثيقتين التوثيقة الأولى هي وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في حزيران 2006 التي هي وثيقة الأسرة والتي تنص بوضوح غير قابل للجدل أن منظمة التحرير هي التي تمثل الشعب الفلسطيني هي التي لها صلاحية التفاوض باسم الشعب الفلسطيني هيك النص وبالتالي ما في جدال حول هذه المسألة وحماس وقعتها دون أن تسجل أي تحفظات الوثيقة الثانية هي اتفاق القاهرة لـ 2011 اللي هو الأساس الذي بنيت عليه كل هذه وفي هذا أيضاً تعترف كل الأطراف الموقعة بما فيها حماس أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد هي المظلة التي يجب أن تجري في إطارها الوحدة الفلسطينية الفلسطينية وهي عنوان عملية إنهاء الانقسام ما هو مطلوب بصراحة شديدة الآن وقد أعلن نتنياهو صراحة أنتوا مطلوب تضلوا منقسمين أنتوا مطلوب تضلوا منقسمين إلى أن تنفصلوا بشكل كامل عن بعضكم إيش المطلوب؟ أنا لو كنت صانع القرار المطلوب مني يصبح أن أقلب الطاولة بشكل كامل وأقول تعالوا جميعا بما في ذلك حماس في إطار الهيئة التي اتفقنا عليها في الاتفاقات اللي اسمها لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير تعالوا لنعود سوا لنعلن وحدتنا سوا ونترجم هذه الوحدة بخطوات متفق عليها من أجل تجسيد هذه الوحدة في إطار منظمة التحرير تحديدا من خلال الانتخابات تحديدا من خلال الانتخابات اللي الآن باتت فأعملية مسلمة بها هذا استحقاق الآن مطروح نتمنى أن يوافقوا على إجرائيها على إيدي حتى موافقوا طيب سيد قيس حسب ما بلغنا من الأخ رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأستاذ الدكتور حنان ناصر أنه موافقوا خلينا نختبر هذه الموافقة طيب نختبر كل شيء مع أنه خطورة الموقف ليست بحاجة أختبر سيد قيس في الوقت المتبقي كأنه أنت عندك 700 خيار بتقول لي خطورة الموقف لا تسمح بهذا الاختبار شو الخيارات الأخرى اللي عندك أنا لا أقول أقول لي شو عندك خيار غير هيك أنا لا أقول أنا أسألكم وأنتم الضيوف لديكم الإجابة ليس أنا من يجيب على الأسئلة لا 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 أقول يعني نعم كأنه مش عندك أنا أقول كأنه هناك أمامنا تعدد من الخيارات اللي بدنا نأي منها هذا الخيار المطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهنا نوضح لسيدات والسادة أنه حتى أفعل شيء يجب أن يكون هناك بعض العوامل والأمور متوفرة أو لاتخاذ بعض القرارات هذا صحيح فيجب أن نوازن بين ما المطلوب فعله وما المتوفر لدعم اتخاذ هذا القرار أو ذاك ما المطلوب برأيك سريعا لضيق الوقت أما برأيي مطلوب قبل عقد المجلس الوطني خطوات ملموسة مجلس المركزي مجلس المركزي عمنا مطلوب خطوات ملموسة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة نعم لأعطاء مصداقية للعملية التي يقال أن المجلس المركزي سينعقد من أجلها اللي هي ترسيم تنفيذ هذه القرارات نعم هذه القرارات ليست بحاجة إلى إعادة إعلان مجددا هذه القرارات بحاجة إلى تنفيذ نعم ومن أجل إعطاء المصداقية لعملية التنفيذ لازم يبدأ التنفيذ الآن وهذا ممكن من خلال لجلة التنفيذية ومن خلال الحكومة من خلال كل أدوات العمل الوطني لكي يأتي المجلس المركزي أيضا كسبيل أو شكل من أشكال الحوار الاستراتيجي الذي جرى الحديث عنه لإصلاح الوضع والعلاقات بين فصائل منظمة الظروف اللازمة لاتخاذ هذه القرارات برأيك ماذا تقول فيها؟ أكثر من الظروف الحالية هي مش بس لازمة هي واجبة هي قصرية هي تدفعنا بالضرورة لاتخاذ هذه القرارات نعم أنتقل بذات السؤال إلى السيد رفعة شناع عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد رفعة ما المطلوب من المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهنا نراعي الظرف ونراعي العوامل المطلوبة لاتخاذ هذا القرار أو ذاك أيضا تفضل يعني الواقع أن المجلس المركزي اللي انعقد بـ 15-1-2018 يعني القرارات اللي أخذت هي بالتأكيد كما قلنا للتنفيذ وتنفيذ هذه القرارات يستوجب طبعا موقف جماعي وتفاعل جماعي ليس فقط في الضفة الغربية ولكن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يعني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأن كل الأراضي الفلسطينية اليوم هي أراضي محتلة وعلى هذا الأساس يجب أن نتعاطى وأن نتعامل لذلك يعني النقطة الأولى اللي هي المرحلة الانتقالية نحن اليوم تجاوزنا المرحلة الانتقالية من الأربعة وتسعين للتسعة وتسعين نحن اليوم تجاوزنا اتفاق أوستو كاتفاق موقع بين طرفين يعني هناك تعاقد بين طرفين وصلنا لمرحلة الإسرائيليين طبعا خرجوا عن كل شيء اسمه اتفاق نحن اليوم لنا الحرية الكاملة بأن نقرر ماذا نريد والمطلوب اليوم بعد كل ما جرى طبعا منظمة التحرير الفلسطينية أن تأخذ قرار واضح بما يتعلق باتفاق أوستو وفك هذه العلاقة بما يعني أيضا كل ما يترتب كان على هذا الاتفاق من إجراءات كانت قانونية وتحديدا موضوع الاعتراف يعني الاعتراف بالدولة الفلسطينية نحن اليوم نطالب إسرائيل بأن إذا أرادت أن تستمر عليها أن تعترف بالدولة الفلسطينية وليس فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية لأن الواقع الذي نعيشه في هذه المرحلة في خطر قائم على كل الوجود وجود القضية الفلسطينية من أجل تصفية يعني وجود الدولة بكل ركائزة لذلك هذا موضوع مهم موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وليس فقط بالمنظمة طبعا الموضوع التاني يعني الموضوع أوستو كما قلت لم يعود قائما فقط تعذرني على المقاطعة لديق الوقت ماذا عن العوامل العوامل هل العوامل مواتية لاتخاذ هذا القرار أو ذاك القرار برأيك سريعا لو سمحت يعني أنا أقول يعني الواقع الموجود بالفعل الإسرائيلي الذي تم وصفقة ترامب التي يتم ترجمته على الأرض يعطينا نحن كفلسطينيين الحق الطبيعي والسياسي والوطني والمنطقي أن نأخذ خطوات جماعية من أجل تصعيد المقاومة الفلسطينية سواء كان في الضفة الغربية أو في القدس من أجل تغيير الواقع بما أقره أيضا القرار الدولي بأنه من حق كل الشعوب أن تناضل بكافة الوسائل والطرق من أجل تحرير أرض طيب أنتقل بسؤال ذاته إلى سيد محمود الزق ولكن بجزئية أخرى سيد محمود بعض القرارات اتخاذها هام وستراتيجي وله تدعيات على طبقات وفئات الشعب الفلسطيني كافة فبرأيك ماذا عن الظروف المواتية لاتخاذ هذه القرارات هل نضجت الظروف برأيك وماذا عن الدعم أيضا السياسي من الأشقاء العرب ومن الأصدقاء لاتخاذ هذه الخطوة أو تلك برأيك يعني أولا أنا أشعر بعمق الأزمة التي نعيشها في هذه اللحظة تحديدا نحن أمام استهداف واضح جدا سوى من إسرائيل أو أمريكا بالتضييق المالي نعلم كم أمريكا خصمت من مساعداتها على الشعب الفلسطيني بشكل مفاجئ حوالي 780 مليون دولار إسرائيل منعت خصمة أموال من المقاصة وكان هناك قرار فلسطيني وطني واضح جدا بأن لن نسلم المقاصة إذا خصمت منها أموال تعطى للأسرة والشهداء نحن في أزمة حقيقية فعلا هناك محاولة للابتزاز السياسي واستخدام هذه الأزمة ولكن أنا واثق جدا بأن قرارنا واضح واضح وصارم كونه لا خيار أمامنا سوى أن نرفض لا نستطيع أن نقبل بالمطلق إذا قبلنا نحن انتهينا أنا أثق تماما في القيادة الفلسطينية وتقديرها للموقف وأعتقد بأن جلسة المجلس المركزي تستحق ليس نهجا عدميا بالمقاطعة وليس مجابهة هذه الحالة أي انعقاد المجلس المركزي بشعارات عدمية وفقط كلمات هنا وهناك المطلوب أن نراعي الواقع الذي نحياه وأن نتخذ قرارات تتناسب وهذا الواقع في هذه اللحظة أثق تماما بأننا كفلسطينيين نستطيع أن نصل إلى الممكن وأن نرفض غير الممكن في هذه اللحظة أما أن نعتمد الشعار كوسيلة فقط للقتال من بعيد خارج إطار المؤسسة الفلسطينية هذه سياسة تتسم بالعدمية السياسية وأعتقد على قوة تاريخية في منظم التحرير الفلسطينية وتحديدا الإخوة في الجفة الديمقراطية والشعبية أن يدركوا تماما أننا أمام لحظة وطنية لا تتطلب اتخاذ مواقف من هذا النوع أي الإصرار على المقاطعة فلنتفضل إلى المجلس الوطني المنصة مفتوحة للجميع بالإبداء برأيه والنضال لأجل رأيه وفي نهاية الأمر نحن رفاق مسيرة نضالية طويلة يفترض أن لا نعتمد بالمطلق سياسة المقاطعة وسياسة النهج العدمي في التعبير عن الموقف السياسي طيب يعني إذن أنت ترى بأن خطورة المشهد تتطلب المشاركة وبعد المشاركة الحديث عن مطالبات بتنفيذ ما تخذ من قرارات إلى حين أن تنضج الأمور أم ماذا في دقيقة هل لك أن توضح موقفك قبل أن نشكرك أنت وضيفنا من بيروت وننتقل في سؤالنا الأخيرة لضيفنا أولا في الأستوديو بالتأكيد أنا أدعو تماما لهذا الاجتماع الفلسطيني في هذه اللحظة تحديدا نحن نخوض معركة سياسية قاسية جدا وللأسف الشديد هناك شعور ينتابنا بأننا وحدنا رغم هيك هناك إصرار كما تحدثت على ضرورة المواجهة لا خيار أمامنا يجب أن نواجه مهما كانت النتيجة ولكن ما يكسر ظهرنا هو هذا الانقسام الأسود الذي نحياه ما يكسر ظهرنا بأن هناك من العشقاء ومن الإخوة من هو جاهز ويعلن جهارا بأنه يمكن أن يسير في مشروع حتى لو رفضه لفظيا ما يحدث في قطاع غزة خطير جدا للأسف الشديد جوهر المشروع الأمريكي قطاع غزة كيان سياسي للفلسطينيين أن أسعى للوصول إلى كيان سياسي يرقى لمستوى توقيع تسويات وتفاهمات مع إسرائيل هذا أمر خطير جدا ويجب أن نتوقف عنده بكل شدة أما يعني اللجوء للموضوع الانقسام وكأنه خلاف بين الطرفين هذه نظرة سطحية الخلاف على مشروع وطني هذا هو جوهر الأمر شكرا جزيلا لسيد محمود الزيق عضو المكتب السياسي لجفة النضال الشعبي حدثتنا من غزة الحبيبة ومن العاصمة اللبنانية ميروت الشكر موصول للسيد رفعت شنع عضو المجلس الثوري لحركة فتح في دقيقتين من الوقت المتبقي سيد قيس أولا ما أحد أحكي عن مقاطع على هلأ طيب يعني أحنا لسه ما أخدنا قرارا عم ندرس الموضوع وبرأينا إذا كان رأينا مهما لهذه الدرجة أنه لابد من اتخاذ خطوات لتنفيذ قرارات المجلس الوطني قبل اجتماع المجلس المركزي لكي تعطى يُعطى لهذا الاجتماع المصلاقية اللازمة ليس فقط أمام الشعب وإنما أيضا أمام العالم طيب هذا واحد اثنين إحنا حكينا أو نحكى في المجلس المركزي السابق آخر دورة عن حوار استراتيجي ما بين فصائل منظمة التحرير على الأقل من أجل توحيد رؤيتها وموقفها تجاه كل ما يجري هذا الحوار سمعنا عنه كثير بس حتى الآن لم يتحقق تحققت منه بعض طيب سيد قيس إلى حين احنا بحاجة إلى هذا أولا سريعا نقطة ثالثة احنا أيضا بحاجة إلى أن المجلس المركزي ييجي كتتويج لعملية التنفيذ لأنه إذا كانت القرارات التي اتخذت في المجلس المجالس المركزي السابق وفي المجلس الوطني هي فعلا قرارات اتخذت للتنفيذ طيب ما الذي يعوق تنفيذها ليش ما ننفذها الآن طيب هذا موقفكم أنتم وأنا بقول التالي لما تيجي إسرائيل تخصم من المقاصة وإحنا نرفض استلام المقاصة هذا منيح ممتاز بس أما كان من الأجدى أن تتبع مثلا مع هذه الخطوة خطوة هي في صلق قرارات المجلس الوطني بمنع دخول البضاعة الإسرائيلية ذات البديل المحلي إلى السوق الفلسطيني طيب سيد قيس هيك بنظرهم إلهم مش فاسعنا بنضرر بعض القرارات حتى يتم اتخاذها وأنت تدرك هذا جيدا تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى أرضية صلبة أنا تخشى حتى أختصر السؤال ألا تخشى بأن نصل لمرحلك شعب فلسطيني يقلنا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون حتى يكون هناك دعم لهذه القرارات بقدر ما يكون تكون السياسة الفلسطينية سياسة يجومية وسياسة تقلب الأمر الواقع تقلب الطاولة بقدر ما يضطر الجميع إلى أن يمشي معها ويأيدها ويدعمها غصبا عنه حتى لو كانت نوازعه تدفع بالاتجاه الآخر بقدر ما تكون السياسة الفلسطينية سياسة انتظارية بقدر ما يتفلت الجميع ويقولون لك كما يقولون الآن في كل الاجتماعات العربية اللي بتقرروا وإحنا معه تفضلوا وقرروا وإحنا بنستنى قراركم من شاء ندعمه شكرا جزيلا لسيد قيز عبدالكريم نائب الأمين العام للجفهة الديمقراطية شكرا جزيلا على وجودك معنا سيدة وسادتي بهذا النصر وإياكم إلى ختام ما في حوزتنا من موضوعات ومحاور في هذه الإطلالة من ملف اليوم دوما أطيب المناع وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة